أخي يوسف عاوز أسألك سؤال حساس وكمان للأسف للأسف عليه إشكالات لأنه بيختص في موضوع الكفارة والفداء موضوع الميلاد العذراوي اللي مش بس بينكروا المعجزات وبينكروا بعض قصص العهد القديم أنها أساطير فوصل الوضع أنه ابتدأوا ينكرون الميلاد العذراوي ما هي خطورة رفض الميلاد العذراوي وإيش أهمية الميلاد العذراوي خطورة الميلاد العذراوي بداية أنك جعلت الله كاذبا بداية كان بيحاولوا يحللوها يعني مثلا في أشعية سبعة أربعة عشر كلمة علماء تعني شابة أو شابة صغيرة طبو في اليوناني جيت إيه؟ بالسبعينية بارثنون أو بارثنون تعني باتول أو فيرجن يبقى إذن هل إحنا فاهمين في العبري أكتر من علماء السبعين الترجمة والترجمة السبعين واقتبس في متة بالروح القدس الاقتباس كان بيقول إنها عذرا ولا كلمة تاني في اليوناني لا نفس لكن شو أهميتها يعني إحنا منحك أول حاجة خطورة رفض الميلاد العذراوي أولا وبعدين أهميتها بداية أننا جعلنا الله كاذبا وشفت لما تعرف رسالة يحنا الأول أصاح حمسة من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا وتخيل يعني أنا ما تخيلش أني أنا ممكن أكذب ملك عظيم يعني هو يقول لي حاجة أقول له أنت كذاب يعني أنا ما تخيلهاش ومعرفش اللي يقول لي ملك عظيم هذه الكلمة نهايته حتبقى إيه؟ فما بالك عندما تقول لملك الملوك لله أن أنت كذاب بتقول كلام غلق حاجة تانية أننا اعتبرنا أن المسيح كأنه إنسان عادي طب يبقى إذن أين العذراء تحبل وتدعو اسمه عمانوئيل عمانوئيل في راجل يجيبه أو أي حد يجيبه ده مرسل من السيد نفسه يعطيكم آية هل عذراء تحبل وتلت ابن واحد آل في المحطات الرئيسية في المطارات الرسمية في باب يتفتح بس للملوك العظماء لكن بيت الشعب بيطلعوا من بيدخلوا من باب عادي قال لكن هناك باب لم يفتح للعظماء لكن فتح لواحد فقط اللي هو المولد العذراوي ده ما تفتحش لأي عظيم يعني جي موسى بس اتولد من أب و أم إلي اتولد من أب و أم كل العظماء اتولدوا من أب و أم لكن في واحد يختلف عن كل هؤلاء نظرا لأنه الله ظهر في الجسد فإذا ولادة المسيحي ولادة معجزية نعم و أهمية إحنا حكينا عن خطورة لكن أهمية هذه الولادة أنه ما أخدش الطبيعة الخطاعة بالضبط بالضبط يعني لو ولد وولادة طبيعية كان هيبقى فيه خطية تعلمون أن ابن الله قد أظهر ليرفع خطيانا وليس فيه خطية واحد قال أن الرسل التلاتة الكبار التلاتة تكلموا عن هذه النقطة فابولس قال الذي لم يعرف خطية جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأكلنا كورنسوس الثانية خمسة واحد وعشرين بطرس الأول أصاح اتنين يقول بطرس عنه الذي لم يفعل خطية ويحن في رسالة الأولى أصاح تلاتة تعلمون أن ابن الله قد أظهر ليرفع خطيانا وليس فيه خطية ولو كان فيه خطية ما صالح لكي يكون فدياتا وهم أساسا مش عجبهم موضوع الفدية لكن هو في الحقيقة أملنا الوحيد أن المسيح من ألف عام جاء ومات لكي يفتدينا وإلا لبقي حكم الموت علينا جميعا